أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة قبل ما نخلش بعضمة لسانه وتفاصيل كتيرة جدا في سياق حتى مباراة الأمس لفت نظري حاجة بشموندس في فكرة جبر الخواطر وفكرة الإنسان المسؤول أو حتى النجم الكبير لما يكون حريص على أنه يجبر بخاطر حد كسرت الظروف نفسيته كابتن أحمد شوبير كان عرض فيديو أو استضاف شاب مبتور السقين من متحد الإعاقة وأصحاب الإرادة والرجل بيلعب كرة بإيديه قال له كل اللي أنا نفسي فيه عايز أروح النادي الأهلي وشوف الكابتن الخطيب ما إن عرض أحمد شوبير الفيديو بتاعه حتى لقينا كابتن الخطيب من خلال إدارة النادي بتتواصل مع هذا الشاب اللي انتم شايفينه محمود عبد العاطي والكابتن الخطيب يروح يقابله وياخده في ملعب التيتش ويسمع له ويلبيه له غرضه وشوفه حيقعد يتصور معاه وحتسمعه الكلام للشاب نفسه وها بيتكلم اديه له التيتشيرت ولوه كلام ولوه فيديو لما تكلم وشكر النادي الأهلي والله الصورة وشكر الكابتن الخطيب والابتسامة والسعادة المرسومة على وشه بالدنيا كلها بالدنيا كلها يعني الحقيقة والله يعني شوف فكرة جبر الخواطر عند الكابتن الخطيب مع الشباب اللي زي دول بالذات حتى البشاشة اللي على وشه بيبقى حريص وكأن الولد هو اللي صدر له سعادة بيديله التيشيرت وبيمضيله عليه يعني ربنا يجبر بخطره جد أفسط ما يمكن إنسان صالح يقدمه لمجتمعه إنك تمسح دم على فكرة يا أستاذ إبراهيم صدقني أمتك فيه إنسانيتك أن تضيف إلى الناس أي شعور إيجابي أو تضيف له معلومة أو تقديله حاجة الإنسان قيمته بما يفعله لهؤلاء الخطيب قيمة حقيقية بالنسبة للناس كتير جدا ب الناس لازم أن توقف عند الحس الإنسان اللي عند هذا الرجل بجد ما هو لأنه دي أعلى قيمة أخلاقية يعني إنت أسعدت شخص بها أي مسؤولة أو أي نقل كبير آه قيمته خطيب شكرا آه يعني شكرا ليه لأنك حسسيني إن أنا أقدر أسعدك آه هو أنت فاهم إن ده شعور لما تحسه إنت أنك تقدر تسعد إنسان ده مش 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 هو بيضيف إليك زي ما أنت بتضيف إليه بالضبط بالضبط ديتني فرصة إن أنا يعني أعمل حاجة كويسة أسعدك بيها بتحسيتني إن أنا أقدر أعمل حاجة يعني يعني وهي ده قيمة الإنسان الحقيقية أنا يبقى قادر على إضافة مشاعر إيجابية للناس ويقضي حوائج إيجابية للناس عشان كده أنا يعني مع كل رحلة للأهل صعبة يطلع كابتن الخطيب رئيس ليها تبص تلاقي الجمهور ربنا يجبر بخاطره شوف إحساس الناس يعني إحساس الناس بفكرة في وقت الاحتياج لدعم ربنا سبحانه وتعالى وتأييده يبدأ نتاج جبر خاطر لشاب زي ده ربنا يجبر خاطر الجميع ويجبر خاطرنا رب جبر الخواطر شئ جميع طيب ده بإذن الله تعالى يكون حرص الناس كلها حتى على اللمسات الإنسانية لأنه فعلا مجتمعنا محتاج كتير من الشغل في المنطقة دي منطقة مساعدة البسطاء منطقة الدعم النفسي للشباب اللي بيحتاج هذا الدعم دي مسألة مهمة جدا الحقيقة مرحبا محاولا 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 من المشاوناتنا مات